ذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس جو بايدن بدأ ممارسة ضغوط كثيفة على جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات بقادة إقليميين من أجل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما أن بايدن طلب إقناع حماس بالموافقة على صفقة التبادل قبل شهر رمضان